السلام عليكم يا ربي جميع ان تكونوا بخير في فيديو النهاردة هعمل معكم الرز بلبن بالطريقة التقليدية القديمة لكلنا تربينا عليها بطريقة ايام زمان بس هضيف شوية اضافات تخليه قوامه كريمي وطعمه غني ومن غير اضافة نشا وازاي نوصل للوش المكرمش وكمان هقول لكم على اضافات اللي ممكن تعطوها على الرز بلبن هتنقل الرز بلبن لطعم تاني وفي حتة تانية نقول باسم اللي ونبدأ اول حاجة جبت كوباية من الرز شطفتها شطفة سريعة وحطتها في الحلة وحطيت كمية من المية يدوب تغطي الرز يعني مثلا انا حطيت كوباية من الرز حطيت عليها في حدود كوباية او كوباية وربع من المية قلبت الرز تقليبة وغطيت الحلة وصيبت الرز يتسلق ويتشرب المية دي على نار متوسطة واول ما الرز يتشرب المية كلها بنزل باثنين كيلو من الحليب كوباية الرز بتاخد اثنين كيلو حليب ولو انتوا حابين تقليلوا الكمية وتعملوا نص كوباية من الرز اقلله كمان كمية اللبن يعني نص كوبات الرز بتاخد كيلو من الحليب وبفضل اقلب فيه على نار هادية علشان الرز بلبن مش يتيسع ولا يتحرق من تحت فلازم ايديكو تبطل فيه على طول واول ما اللبن يسخن ويبدأ يغلي نزلت بالسكر انا حطيت نص كوباية من السكر الاول وفضلت اقلب فيه لغاية لما السكر يدوب تماما ودقته حاسيت ان هو محتاج شوية سكر كمان فزودت كمان معلقة طبعا السكر حسب الرغبة ممكن تحطوا لغاية كوباية من السكر ده شيء يجعلكو لكن انا ما بحبش الحاجة تكون مسكرة قوي فانا حطيت نص كوباية وزودت كمان معلقة كبيرة انا كنت حطيت في الاول لتر ونص من الحليب لانهم من دول اللي كانوا متوفرين عندي لكن انا كنت بعدت اشتري حليب فالبقال اتاخر شوية واللبن كان غلي فاضطريت اقفل النار وغطيت الرز بلبن ما كملتش خمس دقايق وكان البقال جاب لي بقيت الحليب فزودت نص لتر من الحليب انا حبيت احكي لكم الموقف اللي حصل معايا علشان تشوفوا معايا الخطوات كلها بالتفصيل وكمان لو حد حصل معايا نفس الموقف ما يتضيقش ان اللبن خلص منه مع بالما يجيب لبن تاني بالعكس الحركة دي خلت طعم الرز بلبن حلو جدا بعد كده ضفت معلقتين كبار من الحليب البودر ومعلقتين كبار من الكريم شانتي والاضافات دي بتدي للرز بلبن دسامة وقوان كريمي انا مستخدمة حليب كامل الدسم واكيد لو عندكم الحليب الطازة اللي بنشتريه من عند اللبان او من الفلاحين هيكون افضل بكتير لكن طبعا ده مش متوفر عندي فانا مستخدمة الحليب المعلب كامل الدسم وكمان لو استخدمته الحليب المعلب المضاعف في الدسم هيكون احسن كمان الرز بلبن كل ما يكون اللبن او الحليب اللي بنستخدمه دسم كل ما يتيكي طعم حلو جدا فدل تقلب الرز بلبن شوية على النار هادية بعد كده اضفت علبة من الكريمة علبة الكريمة متين وخمسين ملي يعني في حدود كوباية من الكريمة ولو مش متوفر عندكم الكريمة ممكن تضيفه علبتين من القشطة او وش اللبن وفدل تقلب في الرز بلبن شوية على نار هادية هتلاحظوا ان قوامه بقى متماسك كده وتقيل ده من غير اضافة نشا لان انا استخدمت النشا اللي موجود في الرز انا ما نقعتش الرز ولا اي حاجة انا مجرد لانا شطفت الرز وحطته في الحل على طول وما تبلغوش في غسيل الرز علشان احنا محتاجين النشا اللي موجود في الرز علشان هو ده اللي هيمسيك لنا القوام ويعملينها قوام الرز بلبن قبل ما اطفي عليه على طول بحط زرف من الفانيليا وبقلب علشان ريحة الفانيليا ما اضطرش هقلب تقليبة واحدة وبعد كده ببدأ عبيه في الاطباق انا عبيته في علب بلاستيك وحطيت رشة بسيطة من على بعض العلب وهو سخن ولو حابين تضيفوا جسد الهند وزبيب تضيفوهم على الرز بلبن وهو سخن بعد كده بسيب الرز بلبن يهدى شوية وبغطيه وبدخله التلاجة وده اللي بيساعد ان وش الرز بلبن يكرمش معايا بعد كده وقت التقديم لو انتو حابين تضيفوا سوسات بعد ما الرز بلبن يبرد تماما في التلاجة وقبل التقديم على طول ممكن تضيفوا سوس كراميل سوس شوكليت سوس فراولة اي سوس انتو حابين لو انتو حابين تديفوا صوصات ما تضفهاش على الرز بلبن وهو سخن او قبل ما تدخلوا الكلاجة الصوصات بتضاف على الرز بلبن قبل التقديم على طول جربوا الرز بلبن بالطريقة دي انا متأكد ان هو هيعجبكو حتى الناس اللي بتشتكي ان الرز بلبن بيطلع معاهم ني او الرز مش مستوي قوي او مش عارفة تثبت كمية اللبن جربوا نفس الطريقة ونفس الخطوات ونفس المقادير انا متأكد ان هو هيثبت معاك حتى لو اول مرة تعمليه والى اللقاء في الفيديو القادم وبي باي